اكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى ونواب اهتمام الحكومة المستمر بالتعاون مع السلطة التشريعية تلبيتا لتطلعات المواطنين المنشودة عبر تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة والتي اتت نتائجها وافية لمتطلبات المرحلات الحالية نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام اثر الظرف العالمي الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا بما يصم في مواصلة تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى واضح البعينين ان المنجزات الوطنية اثناء مواجهة الجائحة اثبتت نجاح الخطط الموضوعة للتعامل مع مختلف المسارات وما تم من دراسة للقوانين وإقرارها خلال هذه المسارات جاءت تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المفدى بان تكون صحة وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار وما سعت اليه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونجحت فيه وفق ما تحقق من نتائج ايجابية واشار سعادته الى اهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة تداعيات الجائحة منوها بان مسار التعافي الاقتصادي يتطلب تكاتف الجميع